بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى لتيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تشكر الناس اللي عندي في القناة القدام وجداد والناس اللي غادي التحقوا بالقناة اللي غايشوفوا أول مرة وغادي تعجبوا وتنقول لي مرحبا بك وألف مرحبا وصفات رحمانية اللي غادي تعاونك على بزد الحويج الله اللي يتيوها بكل شي ولكن احنا تنعطيه وصفات رحمانية باش نكونوا نعاونوا بعضياتنا بلا شعواذة بلا أي حاجة اللي تجلب الشياطين اذا ان شاء الله بحول الله وقوته غادي نوضع واحد وصفات خاصة خاصة بالناس اللي تيمشيوا العمل يقلبوا على عمل أو المرأة اللي عندها مقابلة محكمة الطلاق باش تنتاصر وتجي مجبورة الخاطر أما الولد اللي يكون غادي مقابلة عمل بإذن الله الواحد القهار غادي تقبل وغادي يربيه جيب ليه التسير أما البنت اللي تتقلب على عمل غادي يربيه سهل عليها أما البنت اللي تتقلب على أنها تمشي لشي حاجة تكون غادي أول مرة يشوفوها عائلة زوج ديالها أو تكون مهابة تكون عندها واحد الهيبة واحد القبول وتكون مجبورة الخاطر تكون مجبورة الخاطر لأنها بغادي أول مرة غادي اطلاقها مع شخص معين باش يشوفوها أو غادي يشوفوها تدير هاد هاد الصيغة أما الناس اللي غادي مقابلة عمل أول مرة غادي يمشي يدفع وراق يمشي بغا يمشي الخارج أو يمشي للبرة بغا يمشي باش يتقبل في أوراق أو أي حاجة غادي يدير هاد الوصفة إن شاء الله هي سهلة مهلة غادي ياخد قليل من الزعفران قليل من الزعفران بحلقة قليل من الزعفران بدون عدد بدون بالنسبة لولد بالنسبة لولد يديرو هنا قليل من الزعفران الحر بحال هذا قليل من الزعفران لأنه ما تنسوش أنه الزعفران تتبغيه ملائكة الرحمن وتتهرب منه الشياطين ما تيبغيوش الريحة ديلو الشياطين وغادي ندير شوية هنا غادي ندير شوية هنا ديل الزعفران شعرا هاد الزعفران شوفوه مزيان راكين في الدول العربية في أي في أوروبا كين موجود أغلبية تيجي من آآ برا غادي نحط هاكا نحطه في الدية وغادي نقرأ عليه صورة الجن ثلاث مرات صورة الجن ثلاث مرات وغادي نهزوه معيا في آآ جيب ديالي أو في آآ أو في آآ يكون في الجيب وإما في المحفظة ديالك نحاول أنني الوقت اللي غادي المقابلة تعمل نحاول نحافظ عليه ما ندخلوش المراحل تيلا دخلته المراحل تكون يكون مجموع يكون ربما أنك تكون مضطر باش تدخل المراحل أنك أنك تجمعو تصونو في شي حاجة مزيانة بحل بابي أليمنيوم ما يدخلش لي أي حاجة ما تدخلش لي يكون مرصد بابي أليمنيوم يكون بحلوك غديرو بحجاب بحلوك غديرو هكا غديرو في المحفظة ديالك هكا ولو دخل المراحل أنه محجب بابي أليمنيوم أما البنت تحاول أنها تاخد بحلوك بحل هذا المصحيف بحلوك اللي تي تسد بالسلسلة دياله هكا بالسلسلة دياله غديرها في عنقا غديرها في العنق دياله بحلوك مصحيف يكون هكا تي تسد وغادي تديرو أي حاجة تتكون تديرو وسط هذا بعد ما قرأت عليه صورة الجن وغادي المقابلة تعمل أو العائلة ديال الزوج ديالها غادي يكونوا آآ تكون مهابة وتكون عندها واحد القيمة وتكون عندها واحد الشام وفي نص الوقت صورة الجن جيدة في تسخير الأمور في الصباح أي بلا صبغ ويتمشي لها بإذن الله الواحد القهار آآ من زيانة بإذن الله وغادي نصدو وغادي إن شاء الله إلا اضطر يتدخل به المرحض إنه محجب محجب بهذا ولكن من الأحسن حاولوا أنكم تحافظوا عليه في هذا إلا كان ما تديريش في العنق ديالك وتهزيه تهزيه معاك في بزطام أو يكون محفظة من الأحسن ونخليه محجوب هك إلا ما قدر تقلب على هذا المصاحف حاولوا تديروا بابي ألمنيوم بحال هذا ونهزوا معي في المحفظة ديالي أو بهذا لأن لابد القراءة لأن القراءة هي اللي غادي غادي صورة الجن سبحان الله العظيم لها إلا ما عندكم جزع فران ما عندكم هاتشي تزوه معاكم حاولوا تقرأوا صورة الجن صافي بوحدة تقرأوها صافي بلما تزوه معاكم أنا أعطيتكم بذات الحلول أنني تنبغي صون القرآن الكريم لأنه إلى صنطيه صونك إحنا تنقلبوا على الإيجابي ولكن لا در لا درار ما نحاولوش نقربوش حاجة لتغضب الرحمن إحنا تنقلبو على الإيجابي ولا شي حاجة اللي ترضي الله عاد ترضينا إحنا لأننا عبد ضعيف إحنا تنقولو إلا اضطريتي مرة تكون اضطريتي غايت تحاولي أنك يكون موصون مجموع مزيان وفي هذاك ندخل ونخرج ربما نكون مجبارة على دخول المرحل نحاول ندخل وبسرعة ونخرج ونكون من خرج نقولو يا بيت محلية لأنك مدرتياش قصد ولكن إلا ما قدرتيش أنك تزي معك حاول تقرأي صورة الجن ثلاث مرات غادل أي مكان أي مكان نكون غادة بحل المرأة اللي غادل المحكمة تحاول تزي معها مزيانة للهيبة والقبول ولطرد الشياطين اللي يكونوا في طريقك في نصف الوقت تكوني عندك واحد النصر واحد القبول وتكوني سبحان الله تكون عندك واحد الهيبة واحد القبول لأن بزاف الناس تيقولو إحنا ما عندناش قبول ما عندناش هيبة وما عندناش هذا إذن حسن نحط لكم وصفات باش نحاول إحنا إلا ما عندكم شهذا نحاول ناخد قنينة ماء الورد سنعطيكم وصفات باش نعاونكم أنا نقرأ على قنينة ماء الورد في صورة الجن ثلاث مرات ونحاول الرش بهالوجه ديلي قصة الولد الولد اللي بيقلب على عمل سبحان الله العظيم يكون لي قبول نقرأها ثلاث مرات ونقرأها نحط القنينة أمامي ونقرأ نقرأ صورة الجن ثلاث مرات ونحاول نقرأ ونفذ وصورة الجن را صغيرة ماشي طويلة نقرأها سهلة في القراءة ما تاخدش منكم خمس تجرة دقيقة تقرأوا ثلاث مرات صورة الجن ونقرأ ونحاول أنني هاد هاد قنينة ماء الورد هاد عشر دراهم نحاول أنني فيما نكون خارجة الرش الوجه ديلي ونرش الملابس ديلي وتشوفه بالنسبة لبنت اللي عندها خطبة أو هذا نحاول أنني صباح نقرأ باش تكون عندك واحد لهيبة واحد القبول لأنها جيدة في طرد الموانع وتشيط الانت والجن تخافوا من صورة الجن تتحكم معيها على الجن ولكن هيها جيدة تطرد على الموانع حاولوا أنكم تقرأوها واللي تقرأها بزاف سبحان الله الدوم عليها واحد الوقت سبحان الله العظيم لها شأن عظيم صورة الجن عندها وحتى طاقة إيجابية لجلب الخيرات ولجلب الرزق لأنها هي تتحكم على الجن والإنس ربي سبحانه وتعالى حطها والرسول عليه الصلاة والسلام لذوم عليها مدة شهر تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده له الحمد والتناء له الرحمة والغفران الرحيم هو الله الجواد هو الله نحن نحن نحط وصفات باش أنتوما تكونوا إيجابيات وفي نفس الوقت نحن نعاون وكما وهذه الوصفات كلهم بإذن الله مجربين واخدوا واحد الوقت نحن جربناهم وكان عطاو صدى وتن كل حاجة كل حالة حطيناها تتكون مجربة ما فيها الشك وحاولوا تجربوها وإن شاء الله غالي تلقوا عليها بزاف الخيرات وهانتوما تنتسلنا منكم دعاء فقط دعاء لا غير دعاء يكفيني أنني نكون إيجابية بدعاء فقط إذن احبابي في الله تنتمنى لكم حب سعيد وليس يتمنى شي حاجة الله يعطيها لي إذن ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعمني وتفعلوا الجرس وتابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته